لكن قليلا نروح لتقرير عن أبطالنا والحصاد اللي عملوه في العشر تيام اللي فات والفوز ببطولة أفريقيا أبطال الكؤوس الأفريقية نجح لاعبو الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي في إسعاد جماهير القلعة الحمراء وذلك بعد التتويج بلقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد التغلب على فريق وداة سمارة المغربي بنتيجة 29-24 في اللقاء الذي أقيم بمدينة مكناس بالمغرب وجاء أداء نجوم القلعة الحمراء مميزا خلال مباريات البطولة وتألق أكثر من لاعب حيث استطاع محمد عصام الطيار الزودة عن مرماه في العديد من اللقاءات فيما تألق إسلام حسن في صناعة اللعب وتنويعه لزملائه داخل الملعب في العديد من المباريات الهامة وقدم الفريق عروضا مميزة طوال البطولة وحقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على فريق سوكوتوريما النيجيري وريدستار الإفواري وذاب الكاميروني وفي الدور الربع نهائي للبطولة تغلب رجال يد الأهلي على فريق اسفا السنغالي وتأهل إلى الدور نصف النهائي وحقق الفوز على فريق انتركلاب الأنجولي وتأهل إلى المباراة النهائية وتغلب على فريق الوداد وتوج بالبطولة وتأمل جماهير المارد الأحمر في حصد كافة ألقاب الموسم الجديد الفترة المقبلة